السلام على من اتبع الهدى اما بعد معامن ولينا تلينا تريك تلمكر اذا اخواني اخواتي نستسمح منكم فعلا ونعتذر من الاحرار والحرائع فقتلا شوفونا كيفاش تن وكيفاش كيفاش ما تيبانش لناشي واحد هم تلكون وعدنا الحق دينا تنموتوا عليه الزلام ما يقدروش يسخوا بسنتين حوالي 140 ألف درهم اللي ضيعتها وباقي نضيع الحياة ديلي كاملة باش ناخد الحق ديلي وتنحيي كل شي هذوك الإخوان يعني دي الجميع التنسيقيات بدون استثناء رغم أن كينشي أسلام لا يستحقون اللي تاربوا العناء وباتوا في المقارات رغم اختلافي معهم يعني اختلاف يعني شاء تشريعي قانوني مش اختلاف شخصي لا مع النقابات ولا مع الأحزاب ولا مع ذاك أنا اللي كينات نفرشخي معها وبيين وعري وسفح إذن نشوفكم اليوم ما تنسوش البارتاج وعلى نطاقين وسح حتى تعمل فائتة كترم الجيم الإعجاب اللي كاتو دور ون دور ومي وعشرين رغم أنت نقول للم دور ومي وعشرين دور ومي وعشرين أستسمح رغم أنت نقصدش بها عندكم مش للقلب يا ولد عمي الله ما عنسك عندكم مش للقلب يا ولد عمي الله ما عنسك عندكم مش للقلب عندكم مش للقلب مينة الفتدمات واذك حتى تنس провер Pera مينة الفتدمات خذ Какوquele بطلب وعمل النقطة نطيقال jornani رغم أن نفسك من ايضuz هنا دعاء ون 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 تن تخير تنتخير التخير انطيق LEGO مينة الفتدمات لا تستطيع أن يحزون رأس كأننا تنزعر عليهم ونقوموا رجال حتى تنموتوا الموتوا واقفين لا تنموتوا راكعين إذن ندخلوا في هذا الهم بالنسبة لوحدين الذين وجدناهم شوق أحمر هذه الشوق أحمر هذه الشوق أحمر الموحدة لغيرهم واستكمالين ومعارفين أنهم الخرز على أخو مصيبة هؤلاء الذين يأتيون فرحانين ودفعين ذلك ومشوق أحمر فضحايا الفالسي في يد الضحايا النظاميين لدوغزو دوكل التقاعد عام 2012 إلى 2015 فهذه كانت صفقة فعلا لأن لحد الآن لحد الآن لا يعترفوا بهم وأتحدى أي كان لا يعترفوا بهم السيستيم السيستيم بالنسبة له ذحايا النظامين الفالسي في الهم لك هؤلاء الذين يتقاعدون من واحد من فاتح يناير من سنة إحالته على التقاعد في حين أن الهم كامل خاصة طرقية فقط من حق منطقة في في 2019 فقط لأن الطرقية هناك تبدأوا من الفاتح يناير من السنة الإحالة على التقاعد أما المزاولون فمن تاريخي نشر المرسوم في الجارية الرسمية هو 26 جواء 2019 خرقات تغارات صفقات اتفاقات توافقات هل يدوز حتى ثلاثة وتسعين ربعة وتسعين اللي مقصيين مستابدين من المادة 115 ردوهم تحت الضص وتحت الهم لكهل والتواحى المساك الخبار وخلوهم استابدوهم من المادة 115 مكررة ثمان مرات اللي ماشي من حقهم يستافدو منها لأنهم تعينوا في التاسع في 1995 دمجوهم في التاسع هناك رغم يستدشر دمجوهم في التاسع فوجيه 94 93 عام ونص دمجوه في التاسع ثلاثة خمسة وتسعين 2014 المادة 115 مكررة ست مرات عطوهم سنوات اعتبارية تغطي الفترة الفاصلة بين التعين في التامن والتعين في التاسع وبغينا هالجباه 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 المتقاعدين بتاريخ 1 1 2012 المحالون بتاريخ 1 1 2012 في حين المتقاعدين اللي حددهم المرسوم وفق اخر اتفاق اتفاق الهم الكحل لـ 25 فبريا 2019 وقساق ما قبل وقساق 13 فوض وفي جنح الظلام 3462 والآن باقين واحدين مستكمل الشرط النظامي 154 فرحانين ويجيبين شوكا حمار ميضة في الساحل أي ابناء المدينة الظلم وفرحانات وفرحانات واحدة لاستيوسة ولد عمي تم لأن هذه الصيغة غير مستكملين رأت طرحة ولد عمي من كانوا في الحوار القطاعي داخل الليجان التقنية من ابن موسى الذين قدروا لي دراسة تفصيلية على الملف هذه النظامين والمدماجين العرضيين السابقين والمرتبون العشر الزنزة الخريج التاسع إلى آخره وصيغة موحدة لغير المستكملين تقريبا بين شهر ربعة وشهر خمس نقول شهر ربعة لدينا كل شيء جديفكاتي في حين أن المحضر للتفاق ديال هذا تحدث عن المرتبون في العاشر في الرجل السلام التاسع والمتقاعدون بالتاسع الغير المستفدين من مضامر المرسوم جوز ضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة مية وطنعش لتقعدوا الفين وثلاثة الفين وربعة الفين وخمسة للوائح ديالهم نشرت في الفين وسبعة لأنها كانت الترقية استثنائية وقيدنا بالمادة مية وطنعش لغة أزيد من ثلاث سنوات قبل حدفنا من الأسلاك وأحدثت المناصب المالية ديالنا لأزيد من ثلاث سنوات قبل حدفنا من الأسلاك ودوزوا بها ليهم الآن تقول لك خارج السلان فتحوا بها باب طرق الحادي عشر في الفين وثلاثة واللي بقى عطور سرق الطرقيات بالأقدمية العامة ليهم اللي جاوا من بعد الفين وطعاش عالفين وطعاش عالفين وطعاش وباقي اندابات يتزغرتو وتيجيبوشو كحمار نيدر الساحل مش مو من النوار مش مو من النوار أأش غانقول لكم مش غانقول لكم مع من تلينة مع من تلينة غالك باغين الحقوق أعطوكم البارقوق والدعمي أعطوكم هاش والبرقوق الخبار يجب والتاليين الخبار يجب والتاليين البارحة واليوم ذات يتطرق المصمرة والدعمي وسبوع اللي فات بقادة الأمم الصيغة ديال أي ملف من الملفات أصبحت واضحة جالية أمامنا لاذا استيس القوالب واللوجاليين أمامنا لا استيس باش تيدوزو ما عارفو تقول واحد ما غير عارفو التواحد ما غير نقولوش ليه وسيتموا الإقساء ديال بالزعف ديال اللي هامل وهذا الشي اللي انتم في دماغكم ستفاجأون بالمسائل عقس ديال لبقي يوهم نفسه أن المراسيم والقرارات المراسيم ديال المراسيم ديال مضامين 18 ينير بعد المجاهزة سيحلم كل المراسيم كانت جاهزة آخر السنة النصوص التنظيمية جاهزة آخر السنة النظام الأساسي كان جاهزا آخر السنة بعد التوافق وقع الآن يا عماء سيدخلوك في استكمال السيارة وفي التدقيق فقط في المراسيم والنصوص التنظيمية باش يبداوا يخرجوا فيش المذكيرات اللي ستنزل عليكم للسيارة على البعض فقط هناك الفئة الناجية والفئة المحظوقة المحضوضة والمحظوقة داروري غبيتكم ماذا نقولش اما المستحقات اي حاجة فيها 21 واجري طوالك يلي تقربن 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 او تقربنوا فيكم تل ايام ذاك اللي ابنها دم قالش تحلكيات شوه البركاسة وقال لك باغي تقدر لي يالله ماشي مشكة بالنسبة لأحد الفئة داكاتيرا يا داكاتيرا يا داكاتيرا يا داكاتيرا هذا الداكاتيرا للمسار المهني ان شاء الله سيكون جيد في هذا النظام الاساسي ولكن وما لهم شأنهم اخر لديهم واحد الرأي اخر وطائي لديهم كذلك بغيني مبقوش بغيني يقلسو في قطاع التربية الوطنية في حين ان قطاع التربية الوطنية محتاج لهم في هذا النظام الاساسي اللي غادي وكينين تم تقليص الهيئات خمسة وثمانين كان فيه ثمانية الفين وثلاثة ولات خمسة الفين وثلاثة وعشرين الان ولت ثلاثة تهيئات تقريبا بيحتاجوا البكاتيرا ديال القطاع يانا كينين اخرين معهم ليس يدور القطاع يعني اليها كطيرا الهيئات المشتركة القطاع المشتركة بين الوزارات ناري 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 بيضة وفلوتة قال لي هذا مزيان، دائما نجيب لك بيضة وفلوتة واحد قلت لي رأى فلوتة هي كوميرا لا كوميرا، لا ترى كوميرا كوميرا، سوف نرى كوميرا سوف يكون ملاتي ملاتي، سوف يكون ملاتي هذا السيدية الدكاتيرا تشير الدرق، شحالت وشرفوا عليه وقادوا كيف ستكون صغر إذا أخرج، ولكن ما كان صغر مدير سبعمائة أدسان الدكاتيرا، تقريبا تقريبا مدير، شحالت هذا، شحالت وعلى للمدير، فهموا سوف يحتاجون في الهيئة الثالثة في الهيئة الثالثة سوف يحتاجون هذا الشحال الميراوي كانت لديه سبعمائة بوست بيجيتار في دو ميل يعني في القانون الماليدية في 2022 وقام بإلغاءها في آخر لحظة في دو جنب لكي يبقوا في القطاع دي الوزارة التربية الوطنية حتى ينزل النظام الأساسي اللي غي تنزل فيه شهر فوتنبير هذا الكوشمار كله يتوقع في المحضر دي الاتفاق دي الحوار الاجتماعي اللي تيكون في الأسبوع الأخير بين رئيس الحكومة والباترونة والأمناء العامين دي الاتحادات دي النقابات العمالية لزينيون المركزية النقابية مغي يعلنو على ديك المنجزات الاجتماعية للدافت إلى آخر اما تقريبا منتصف مارس السابق ، لأنه مغي يتوقع لذلك مغي يتوقع مغي يتوقع مغي يتوقع مغي يتوقع جميعين هذا النظام الأساسي سيأتي في أستاذ باحيت هذا أستاذ باحيت لأن القطاع أصلا للوزارة التربية الوطنية محتاجة له وبدلا من أستاذ الدكاتيرا كانوا تدوزوا المباراة من باش يغيروا الإطار إلى أستاذ تعليم العالي أستاذ باحيت تعليم العالي إلى خيره فرفع عهد أمزازي لأن هذا كل شيء بين هذه المشاريع 22-32 مشروع تنزيل رؤية استراتيجية والقانو الإطار 51-17 رابين باك شيء وقالوا بأن قد يحتاجون لهذا تقريبا في 2018 من كان جاء أمزازي قالوا بأن نحتاجين هذه الفكرة ديال إحداث أستاذ باحيت في قطاع التربية الوطنية من أجل تتبيت الدكاتيرا في قطاع التربية الوطنية باش ينزلوا ديك قانون الإطار 51-17 رابين باك شيء يحتاجون للقانو الإطار ومسائل ومسائلين باك شيء تكون للقانو الإجراءات سيحتاجون لأبك شيء لكي تباقيت تعليم العالي غير باش تغير الإطار ومسائل ومسائلين باك شيء أستاذ باحيت في قطاع التربية الوطنية عنده نفس المسار للأستاذ التعليم العالي وبقى في قطاع التربية الوطنية بحال نفس الشيء داره بالنسبة للإبتدائي والإعدادي ومسائلين باك شيء يغيروا الإطار إلى أستاذ التانوي لماذا؟ لأن أستاذ التانوي مفتوح لها هذه الساعة أوريشيل أو الدرجة الممتازة أجداروا فكروا بأن ستحصل حاصل سنضروا خارج السلام في الابتدائي والإعدادي باش نتبتوا هذه الأستاذة يبقاوا في الابتدائي والإعدادي راحنا محتاجين اليوم بلا ميمشوا يغيروا الإطار إلى أستاذ التانوي فقط من أجلي باش يستافدوا من ذاك أوريشيل ماذا؟ ما في من ندروا أحد ذاك؟ غد نزيد واحد ديال الدرجة الجديدة هذا الفيديو ندر لي جوجعانوي ماشي مشكلة بالنسبة للدرجة الجديدة اللي ما فهمت الشيء واحد اللي تقول لك الدرجة الجديدة وتخلطها تدروا للخلط مع يعني اللي تسموه أوريشيل اللي ما بقاش عند أيضا أصلا أوريشيل في ابتدائي من 13 جوجة 2003 من إجال مرسوم جوجة 0 جوجة 850 اللي هو بمثابة نظام أساسي لموظف وزارة تربية وطنية ولا الدرجة ديقراد الدرجة المتازة والدرجة الاستبنائية هذه الدرجة الجديدة اللي كانوا شاروا لها في الاتفاق ديال 26 ابريل لا تعني خارج السلوة فقط أكين واحد اللبس درجة الجديدة اللي تهدر عليها والتي ستحدث في النظام الأساسي المقبل واللي كانت أصلا ستبدأ من 2014 كون فعلا نجح نجح هذا كان يعني ذاك الإصلاح ديال المنظومة التعليمية اللي بدأت في المخطط استعجالي وبدأت ثاني من 2000-2010 نجح إلى أخيره لم يكن لديك ربعاله في 300 مليار ولحفوها لحفن كان نظام الأساسي ستنزل في 2014 بما أنهم منجحش لهم وقاموا ب يعني بإخراقي أو بتهديم منظومة التعليمية إلى أخيره ومنجحوش ما نزلوش النظام الأساسي في الوقت ديال وبقى في الرفوه من هذيك الوقت من 2014 ومن 2014 هنا هم جالسين كل خطرات كانوا تديروا اجتماعات وينعقشوه إلى أخيره 700 فلسان حتى أن النظام الأساسي راح اجتاز كتادي المراحل الإنجاز وهذه هي الأخرى اللي بدأت العام اللي فات وفي اتفاق ديال 18 يناير بدأت وفي اتفاق ديال 14 يناير ديال استكمال بحل استحلال واستحلال ايه ايه هذا تركت المكرد وحما يضع وحما يضع حما يضع ما هي الدرجة الجديدة اللي كانوا تعانو بها والتي ستحدث في النظام الأساسي الجديد الدرجة الجديدة تعني ماذا؟ أي واحد أي أستاذ أو أستاذة أي إطار تابع لي وزارة التربية الوطنية يعني متوقف المسار المهني دياله في السلم الحادي عشر درجة الممتازة درجة الممتازة درجة الممتازة ستمنح له الدرجة الاستثنائية هذا هو الذي تعنوا به الدرجة الجديدة وبه وجب الإعلام والسلام سلموا لي للكنان استسمح من الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات ونشوفكم فيديو آخر والطرقية لنا لا لغيرينا لحاية الزنزان التاسعة هذا حاية المادة أن الفئة الجد متضررة والتي تضررت سواء من نظام ديال 85 سواء من نظام ديال 2003 إلى آخره فهم خريج السلم الثامن بالباكالوريا من 80 إلى 86 لأنهم جاءوا بين السندان والمطرقة السندان ديال اللي توظفوا بالسابع المرتبون في سابع من 72 إلى 73 لأنهم كانوا يأخذوا اليوم مرزقهم بأقدامي العام و تلوحهم و أيضا المطرقة ديال من وظفوا بالدوب والإجازة وما شابها وما شغاوها روما لكل اللي هم و لفولهم حقهم بالامتيازات اللي كانت يخذوا إذا نشوفكم فيديو آخر منتج بارتجو على نطاق وسح حتى تعمل فإذا كترون من جيم الإعجاب الليكات ونظروا كاملين تحية عالية للأحرار والحرائر ولا عزاء لخائن ترجمة نانسي قنقر